هل تختصوا بأحكام ما وعبادات ما ونواهي وأوامر عن بقية العام شيخنا الكريم نعم نعم الحمد لله وصلاة السلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله في الآية فلا تصدموا فيهن أنفسكم فالضمير هل يعود على الاسنى عشر شهرا أم يعود على الأشهر الحرم فقط عندنا قاعدة أن الضمير يعود على أقرب مسكور ما لم تأتي قرينة يعني ايه تبين أن الضمير ليعود على أقرب مسكور فأقرب مسكور هي الأشهر الأشهر الحرم فالله سبحانه وتعالى يقول فلا تصدموا فيهن أنفسكم طب هو ظلم النفس بارتكاب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وعدم تنفيذ ما أمر الله به سبحانه وتعالى طب هذا الظلم منهي عنه طوال السن طوال السن يبقى لو أن الضمير يعود على الأشهر الحرم معنى ذلك أن هذه الشهور لها لها خصية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما استنباطا من الآية ومن غيرها فقال أن الأشهر الحرم تضاعف فيها يعني المعصية عقابها عند الله سبحانه وتعالى يعني الحسنة تضاعف فيها والسيئة والوزر يضاعف من قام بفاعلة كلام ابن عباس وكلام قتاد أيضا من المفسري لكن لا نعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خاصا في هذه المسألة أن تضاعف السيئة ويضاعف أجر الحسنة وما ورد من مضاعفة الأجر في رمضان أيضا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو استئناسا بأن الله سبحانه وتعالى خص الأشهر الحرم بأنها لها يعني خاصية وهي قد حرمها الله سبحانه وتعالى عن باقي الشهور فإذا هي متميزة وهذا التميز فالله سبحانه وتعالى يميز أزمنة ويميز أمكنة يعني مثلا في الحرم المعصية في الحرم أيضا يعني عقابها يتضاعف ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أنه نزقه من العذاب الأليم مجرد أن تريد في الحرم أن تقع تهم كده بمعصية وتريد أن تقع في معصية فالله سبحانه وتعالى توعد عليه فالعلماء قالوا أن المعصية في الحرم تختلف عن المعصية في غير الحرم وكذلك المعصية وظلم النفس في الأشهر الحرم يختلف عن غيرها من باقي الشهور